كشف التقرير السنوي حول الحرية الدينية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية بأن النظام الإيراني يقمع الأقليات الدينية وينتهك حقوقهم وأوثق التقرير وقائع لممارسات النظام الإيراني القمعية تجاه الأقليات الدينية من بينها الإعدامات المستمرة على أساس طائفي إلى جانب التمييز والسجن والاعتقال الممنهج وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق أنه من حق أي شخص يعتنق الدين الذي يختاره مضيفا أن الولايات المتحدة لن تظل صامتة فيما يتعلق بانتهاك الحقوق الدينية ترجمة نانسي قنقر